اشتركوا في القناة 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 فما المبرر فما غير مبرر لان وذي فكرة المبار لان الحكم والمعارضة الحكم اللي هو مثل رئيس الجمهورية والمعارضة هم الذين مساهمون كذلك في هذا الخلط المعارضة تقرن في المشروع بشخص قيس سعيد كي ترفض شخص سعيد قيس سعيد قيس سعيد يرفض المشروع برمتي والفريق الثاني الذي يربط المشروع الدسور بشخص رئيس قيس سعيد كي يضمنه يضمنه مروره اذا انا في الحقيقة الالتباس هذا ينبغي توضيحه من الان بالنسبة للمشروع برمته هو كان ضد ماذا اساسا ضد ما وصلت اليه الدولة التونسية من ميوعت في القرار السياسي ومن تسيب ومن استقوى ومن تكريس فكرتين الحوار والتوافق وهي الفكرتين الذي قام عليهم الفكرة السياسية والحكم والعمل البرماني وادى الى انهيار الدولة انهيار الدولة لان القرار السياسي لم نعرف في وقتها هل يتخذه رئيس جمهورية ام رئيس الحكومة ام الهيئات المستقلة ام لاستو ادري او البرلمان وضعت هذه القرار وضعت معه الدولة الان الـ 25 جويلة جاء لتوحيد في تقديري ودعمته لماذا دعمت؟ لانو توحيد القرار السياسي في يد سلطة تنفيذية بطبيعة الحال و تكون السلطة التنفيذية هذه منتخبة مباشرة من الشعب منتخبة مباشرة من الشعب وصلطة تشريعية والان نجد سلطة تشريعية لان هنا فيها إضافة كبيرة رغم انه هناك انتقاداتت للمشروع لكن اضافة كبيرة وقد تم تقسي هذه السلطة منتخبة مباشرة من الشعب وبالتالي قد تم القطع مع فكرة التصعيد أو الفكر القاعدي أو التصور القاعدي كما يروج إله لأن الانتخاب أصبح انتخابا حر عام ومباشر لمجلس نواب الشعب بغرفتين نعم والغرفتين مش غريبة على النظام السياسي تونسي كانت موجودة في الدستور سعر وخمسين الذي أدخل عليه التنقيحات وهو المجلس المستشاريين في نهاية الأمر ومجلس المستشاريين لماذا وجدها نوعا ما أصله تأسسه سرابا أو اختلاف الغرفتين الحاليتين على الغرفتين السابقتين أولا نقعد تقسيم ننتبه هذا تقسيم المهم النيابية إلى قسمين قسم التشريع والذي أقلت حسب المسروع الدستور الآن أقل إلى مجلس نواب الشعب أما القسم المتعلق بالتنمية التي كان يمارسها النائب والتي لم يستطع إنجازها في دستورة في دستورة الفيضة 14 اللي ينوب الجهة متاعه في الجانب التنموي والجانب التشريع الآن أصبحت المهمتين مفصولتين المجلس الوطني للجهات والأقليم مهمته التنمية والنظر فيما كل ما تحتاجه جهته في الجانب التنموي مع أنه يمكن العمل مع مجلس نواب الشعب اللي هو نائب الجهة في الجانب التشريعي وهنا تصبح الفاعلية أكثر من التصور النيابي السابق ربح لخرايفي تقول أنه لا تأثير للإصلاحات الدستورية التي أدخلها رئيس جمهورية على مشروع الدستور على القراءة الكاملة على روح الدستور لأنها إصلاحات جاءت بشتوضح بعض الغموض وجاءت أكثر لتعزز الضمانات الدستورية في علاقة ببعض الفصول شنو الضمانات اللي عزتها الإصلاحات حسب رايك؟ أولا أنا قلت هذا الكلام وما زلت متمسك به وممكن أتوسع فيه الآن معكم شنو الضمانات؟ أولا أنه لو كان هناك مشكلة في التنقيح في يتمثل في ماذا؟ في تحديد الحريات وفي نزع الصبغة الجمهورية على النظام الجمهوري والصبغة المدنية على الدولة تونسية ويعني التضييق من الجانب ونزع الجانب الديمقراطي في الممارس لكن الإصلاحات جاءت للتوضيح وتدعيم أساسا التوجه الديمقراطي وإضافة للمكاسب الموجودة اللي هي الفلسفة الجابية المشروع في حدثات ما هيش جديدة رأي هو جاء توليفة ما بين الدستورة 2014 ودستورة 59 لعله استعار منه فكرة الجانب التنفيذي أما باب الحريات والحقوق فأتت من 2014 التدعيم لماذا؟ عندما تحدثها كانت الفصل الخمسة أساسا الفصل الخمسة أنا أعطيت قراءة أولى وقلت أن هذا الفصل قد قطع مع دابر الإسلام السياسي لماذا؟ أنه أعطى للدولة بمفردها أنها التي تحتكر تفسير الديني وتسيره وبالتالي منع التفسير القرآن عن الشيوخ والجمعيات والأحزاب والمنظمات وبالتالي هنا أصبح هناك قراءة مقاصدية من قبل الدولة ولا يمكن أن يعتد بتلك الأراء كأراء رسمية ساعة الفصل الخمسة قبل التعديل أو بعد التعديل؟ مدامك حكيت عن الفصل الخمسة لأنت ترى أنه من الضمانات الأساسية لمدنية الدولة سيس الخرافي ترى نعم أثار الشك وأثار خوف لدى العديد ولعله كان يبرد شو ما الذي تغير في الفصل الخمسة؟ هو إضافة الجانب الديمقراطي في كل التأويلات وبتابعة الحال أن الدولة التونسية هي دولة مدنية ولماذا وقع حثف العقل في مقاصد شريعة حسب رايك؟ لا هذي رس أدري لماذا ما هو الفلسفة أنت على الوضع هذاك العقل هل أنه هل يعني أنا لا أرى لا أرى في تقديري لا أرى أنه غياب هذا اللفظ أنه معنتها أنه نحن سنرجع إلى الفكر النقلي النقلي والسلفي وأن أعتقد أنه طريقة المقاصدية ولا يمكن الحديث على مقاصد بدون عقل وقع حثفها في الفصل لا يمكن هما المقاصد التي تحدث عليهم رئيس الجمهورية نقلا على مقاصد الشريعة لمعروفة عند الناس الكل في الفكر الإسلامي فيها العقل هو يبدل وينحي وقالها هو لماذا؟ حسب رايك وكهاء ومعينة أنا لا نشارك في الصياغة وترى أنه كمام هو فصل ضامن لمدنية الدولة بحثف العقل في مقاصد الشريعة مدنية الدولة هي نستمدها من ماذا؟ نستمدها من النظام الجمهوري لا يمكن الحديث على نظام الجمهوري دون مدنية الدولة لماذا وضع الفصل الخمسة؟ أنا لم أكن من عضو لجنة الصياغة موفق عليه في الفصل الزاية؟ معني حتى مشكلة معها لأنه لا يمكن أنه هالفصل هذا يثير الخوف والهلع اللي هو موجود الآن بحث حتى بعد التعديلات ترى أنه بإضافة عبارتين نظام ديمقراطي عبارة النظام ديمقراطي هو ضمانة ضمانة أساسية ضمانة لماذا؟ لأن المحكمة الدستورية ستأول هذا الفصل أو الأحكام القانونية المقبلة استنادا إلى الطبيعة الديمقراطية للدولة نذكر روبركة بالفصل نقرأه فيه اللي نحكيه عليه لنمر بعد ذلك إلى مسألة أخرى مهم جداً الفصول نظرنا في الحامل للإستفتاح ونحكيه على مشروع الدستور تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة واحدة نتعمل في ظل نظام ديمقراطي هذا المعدلة على الدولة واحدة أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاس الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية الحرية زادة كيف تزادت نحل عقل وتزادت الحرية هي أوسح هو أوسح زادة عطاء الضمانيات والحرية لأنه فهمه فصل أخر اللي كانت تسعة وعبعين قبل تسعة وعبعين جاء أكثر تطور من فصل الفصل اللي نعرف في رقمه قديش هو طوى لكن نحكي عن فصل تسعة وعبعين سابقاً في دستوريا 2014 في المشروع الجديد جاء أكثر تطوراً من دستوريا لماذا جاء أكثر تطور؟ لأنه حذفها كلمة الأداب العامة الأداب العامة التي قد تخيف الناس فقد حذفت هذا اللفظ وبالتالي تحرر وأصبحنا أكثر حرية من الأرهن البيحة في القانون نريب حلق لايفي نرجعه بعد الفصل ربح الأخرى في البيحة في القانون ضيفنا نحكي على الاستفتاءة وعلى مشروع الدستور 46 تعديل أو خطأ تسرب كما قال رئيس الجمهورية وقع تعديله هنا نحكي مع البيحة في القانون والتكنيسيان كالكتر هل عادي أنه مشروع دستور يتنشر في الرئيس الرسمي أستاذ ومبعض يتسللوا ويتسربوا إليه 46 خطأ يقعوا تعديله فيما بعد شوف وفق المدرسة الشكلانية الشكلانية فهو مرفوض لكن في وفق في تقديري وفق القراءة الموضوعية للنص استنادي لماذا؟ استنادي لأنه إذا كانت هناك إضافة مفيدة لضمان الحريات والتكريس والتوسع فيها فلا مانع في ذلك فلا مانع في ذلك وبالعكس من حيث المنهجية في تقديري الآن في منهجية الوضع منهجية الوضع فهناك تفاعل إيجابي بربي أستاذ كوني المدرسة الموضوعية هذه شنو مقاوميتها؟ بش نفهم بعضنا على إنا تنا نحكيه؟ لا تعطي أهمية للشكل هيا مدرسة قيس سعيدة ذيها؟ لا هي مدرسة مش وضحة قيس سعيدة لا لا مش وضحة هو ينخرج تقرأته؟ وفق العمل هذا هو ينتمي أنا الحقيقة لما تواصل معه لو بيش نعرفه ليهو لكن أنا أقرأ تطبيق الفصل الثمانين يدخل في إطار المدرسة الموضوعية؟ ذلك اذلك علي Check نستحكي وتقول مش أكام W-jee وفق المدرسة الشكليني اللي هي وفرما الفرمالست كنا في القانونين موجودين وأنا الحقيقة خلي نكون وضع، أنا من أنصارroffen المدرسة الموضوعية لأنها هي تعيق لكن لكن فيالقانون الجزائي لا اه ذلك شكلينيه فيلقانون الجزائي فيلقانون الجزائي لا قد تكون والездم المدرسة روا فيلقانون الجزائي المدرسة الموضوعية في إيطاليا. حتى في القانون الجزائي المدرسة موضوعية هي المنتصرة في إيطاليا. الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من حق كل تونسي أو تونسية غير حاملة جنسية أخرى مولود لأب وأم وجد وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون من دون انقطاع. ما معنا هذا؟ الفصل القديم. معناتها التجنيس لو أنه في في حلقة وفي مرحلة معينة من المراحل التسلسل النسبي والأم والأب مجنس فلا يمكنه الترشح. ما هي الفصل الأخرى اللي ترى أنها تقطع مع الدستور الفين واربعتاش ومع المنظومة السابقة في علاقة بالمنظومة الدستورية. هم التغيرات الكبيرة في فاش. شو بنسبالي كاليزارتيكلا فاغ أستاذ. حقيقة ما زالت ما تحفظتش للأسالة. المعاني. المعاني كلها هي متمثلة أساسا في توحيد السلطة التنفيذية. وتوحيد السلطة التنفيذية أصبحت بيد رجل جمهورية. والحكومة يعينها رجل جمهورية معاش عينها البرلمان. يعزلها رجل جمهورية معاش يعزلها البرلمان. إلا البرلمان يعزلها مرة واحدة. إلا باللاحة لوم. هذا من النح. ثم الهيئات المستقلة. بطبيعة الحال آآ يعني أبقى كان على هيئة المستقلة الانتخابات. حذف الخمسة هيئة تقريب. والشيء الآخر المهم. وتبدل هو الغاء باب السلطة المحلية. بالمفهوم بكلمة سلطة. وعوضها بالجماعات. لكن يبدو ان هناك عوضها في آآ المهام من متاع المجالس. ما نعرفوش كيفش يكون وهو كيفش يكون. وهو كيفش يكون أو تصور الجديد. وهو يفيد ان المجالة للجماعات العمول المحلية. معاش تكون ماش نافذة. آآ النقطة الأخرى هو تبديل المفهوم الألفاظ. المنجم. المعجم. ديكسونير مام. المعجم تبدل الدستوري. آآ فيه تمثلة في من انتقال من لفظ السلطة إلى لفظ الوظيفة. في الوظائف ثلاثة. هو السلطة ثلاثة. وفلا سلطة إلا سلطة واحدة وهي سلطة الدولة تونسية. أما الآخر فهي داخل. دوك فما سلطة الدولة وفما الوظائف التي تعمل على تكريس هاته السلطة. نعم. داكو. هو ديكسونير تماما جديد. وشو الفرق ما بين السلطة للدولة والسيادة للشعب وما هي تمظهراتها من خلال هذا الدستور أستاذ. مهم جدا. خطر فما اللي يخذيه جانب انتع انه الشعب هو صاحب السيادة. وفما اللي يقول لك السلطة للدولة كيفش نربطوا بيناتهم وكيف هي تنزل هذا من خلال الدستور مع العلم انه التفرقة بين السلطة سابقا وتنازع السلطة كانت من اهم مظاهر الديموقراطية. وتكرسة الشعب. مه. اليوم ما ذي الكل ولد وظائف. دون كيفيش الشعب بيش حق سيته. اولا انهم آم تحقيقه بيش يكون عبر آآ 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 آآ. الأليا اللولة. إنه آآ عبر الاستفتاء. الاستفتاء انه يترع لي رجيمورية يعني ولونه هناك من يرفض هذا. رجيمورية عند حق الاستفتاء مباشرة. من غير ما يمر ببرلمان. وهذه محل نقد عديد ثانيا إمكانية الممارسة كذلك سيادته فيما يخص في علاقته بالمجلس نوع بالشعب إمكانية السحب السحب التفويض وهذا السحب أكيد بيشكون معقدة لألية السحب بيش متحولش إلى ألية الاعتباط والعبث ثانيا عبر في القضاء عبر المسائلة مسائلة القضاء الآن عبر كلمة المسائلة وهذا بطبيعة الحال فمجانبين في القاضي نكون واضحين من الآن الوظيفة القاضية عندها جانب سيادي وجانب إداري مع بعضها نحن دائما نبرز الجانب السيادي كي لا نبرز الجانب الإداري الجانب الإداري لأن الدولة عندها حق تدخل فيها أولا أنه بقوانين وآليات وآليات شو لي تبدل لا تبدل برشا لا 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 تبدل برشا لا تبدل برشا الآن القاضي لازم تنقيح دستور بيش نعمل وداية الكل معناها شكرا لأنك أحلتي زوز مشاكل ما هي عوائق تطبيق السيادة بذكرتها هي المرضومة القانونية الموجودة الآن طوي كلها هي عاق والمنظومة الفكرية تاع القضاة وانتاع الإداريين وتاع القضاة المحامين وانتاع السادة الجامعيين وانتاع السادة الله وانتاع المواطنين فما زوز عواق عاق السوسيولوجي ذاني وعاق تشريعي دونك هيدا يجب تبديل دستور بيش العواق قضية تتبدد لا لا هو يجب يتبدل فاهمني يا ستاذة فاهمني لعم لماذا معناها فهم حفرة في الكييس هذاك عليها اشترو ينبدلوا الدستور بيش البلدية اللي تخدم خدمتها ما كينها هكرا يلومور ماشا دستور هو نص قانوني كان يعيق دستور هو نص قانوني كان يعيق يعيق ماذا حقيقة أنه تفتي أنا رغم أنه في مجلس الواتن التاسيسي كان نرجو على المدولات أنا ضد الهيئة المستقلرة كنت ضدها التفتيت هذه ضدها العقيقة اللي هي الأمان اثنين كنت ضد نظام البرلماني معها أنه رئيس قوي رئيس جمهورية قوي ويورق هناك كلمة رقابة هناك من يقول رئيس جمهورية غير مسهول رأو الله العظيم الفصل عدم سورية رئيس جمهورية رأو فصل 87 قديما في الدستورية في 2014 لأن المشكلة ليس مشكلة مع النص لأنه لذام الحكم تغير أستاذ والأمور تبدل رئيس الجمهورية لا يعني أنه لا يحاسب أن ما تم إرجاء الحساب إلى ما بعد المدة أن يبيه تحاكموا بعد من الخيانة العظمى كلها اثنين أنا في تقديري الخمس سنوات أضم وما حتى ما نعرف آليات تنقيح الدستور سهلة مش معقد أنت معاه أن ينقح الدستور كل عامين في المعارضة هذه المعارضة المعارضة إذا كانت هي بالفعل تمثل إرادة شعب وفعليها أن تفوز في 2019 في 17 ديسمبر وتنقح الدستور بسيطة المسل مش معقد ويسيرة إن كانت هي بالفعل كذلك فهل تذهب إلى 17 ديسمبر وتفوز وتنقح الدستور كما تريد أما أنا تبقى تصيح التصيح الآن وأنا مع هذا الفرز وأدعم هذا الفرز الآن الآن هناك رئيس الجمهورية والمزاج العام أقوله جيدا وهنا تجد الأحزاب السياسية والشخصيات والأساتذة وهناك وأنا من أنصار وداعمي خلقة ثنائية على عليهم جميعا هذا وهو شيء محمود وهذا من الجانب السياسي فأمر محمود فعليهم إلا أنه يتوحدوا على رؤية ويقدموا لنا مشروع وينتخذه من ناخ بيوم 17 ويفوزوا ويغيروا الدستور ويغيروا الدستور بسيطة المسألة يبشرك بالخير ماذا حتى مشكلة شكرا لك أما إذا كان أستاذ نختمو يلا نختمو نختمو معك في آخر كلمة أنت مساند لهذا المشروع ترى أنه فيه إيجابيات على نقائصه فأنا مساند شكرا لك أستاذ رفح الخراف يالبحث القانون نخسي بك وليكم الكل أني سمكشاح الكلمة ليك ثم بعد ذلك نستقبل وحتم بالحاش ترجمة نانسي قنقر